بإمكانيات جبارة وسعر مناسب موبايل جديد في السوق المصري أهلا بيكو أنا محمد عبدالقادر بعد ما انتشر على اليوتيوب مؤخرا أكتر من مقطع فيديو ترويجي لموبايل جديد من شركة الموبايلات الصينية فيفو واللي المتوقع أن يكون منافس قوي جدا في السوق الفترة اللي جاية فيترى إيه إمكانياته وإيه سعره كشفت شركة فيفو يوم 1 سبتمبر 2021 عن سلسلة من الموبايلات باسم فيفو اكس سبعين واللي بتضم 3 إصدارات جديدة وبيجي أعلى إصدار فيهم تحت عنوان فيفو اكس سبعين برو بلس واللي بيتميز بمعالج سناب دراجون 38 بلس ودعما للكاميرا من شركة زايس الألمانية وبحسب موقع جي اسميرانا التقني في الهاتف فيفو اكس سبعين برو بلس بيتميز بشاشته كبيرة من نوع E5 أموليد من إنتاج شركة سامسونج بإياس 6.56 بوصة وبدقة عرض 1440 في 3200 بيكسل وبتدعم الشاشة كمان تقنية HDR وبطارية الموبايل فيفو اكس سبعين برو بلس قدرتها 4500 ميلي أمبير في الساعة وبتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 واط وبتضيف فيفو إضافة جديدة وهي الشحن اللاسلكي واللي بيشحن بقدرة 50 واط وقالت الشركة الصينية أن بطارية الموبايل بتستمر في العمل لمدة 91 ساعة وبيدعم هاتف فيفو العمل بوسطة معالج كوالكوم الأقوى سناب دراجون 38 يعني سرعة أعلى لوحدة نواة المعالجة المركزية بسرعة 2.995 جيجا هيرتز وبزيادة بتتقدر نسبتها بعشرين في المية لمحرك الزكاء الاصطناعي وبيتمايز كمان هاتف فيفو بإعدادات كاميرا خلفية ربعية من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.2 ميكرو متر وبتكون فتحة العدسة F على 1.57 يعني هتقدر تصور الفيديو بدقة 8K بمعدل إطارات 30 إطار في السنية أو بدقة 4K بمعدل إطارات 30 ل60 إطار في السنية أو 1080 بيكسل 30 ل60 إطار في السنية وبيدعم هاتف فيفو معيار IP68 يعني الموبايل مقاوم للغبار أو الماء وبيتميز الموبايل بجلد نباتي على ظهره ومتوفر بلونين البرتقاني والأزرق بالإضافة للون الأسود تم عرض فيفو إكسل 70 برو في الصين واللي بيبدأ سعره من 850 دولار يعني حوالي 13300 جنيه مصري وده اللي ذاكرته 256 جيجا بايت بينما سعر الموبايل اللي ذاكرته 12 بلاس 256 جيجا بايت حوالي 929 دولار أمريكي يعني حوالي 14500 جنيه مصري وأما الإصدار الأعلى بسعة 512 جيجا بايت بيبقى سعره 1084 دولار أمريكي يعني حوالي 17000 جنيه مصري وكانت بدأت فيفو في السوق المصري سنة 2019 علشان تبدأ المنافسة بسلسلة موبايلات واي وانتشرت فيفو في أكتر من 30 سوق في العالم وده بيرجع لمنتجاتها اللي بتتميز بجودة ممتازة وبسعر تنفسي وكان علق ديفيد كي الرئيس التنفيذي للشركة إن السوق المصري من الأسواق المهمة والرئيسية في المنطقة وده بسبب وجود عدد سكان كبير وده بيدي فرصة متميزة للعلامات التجارية المطروحة في مصر وعلشان كده هو بيعلن أحدث منتجاته بشكل مستمر في السوق المصري وبكده نكون بلغنا حضراركم بأحدث إصدارات شركة فيفو دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة